المواجهة كانت متكافئة إلى أبعد الحدود وشهدت هدفين الأول كان جميلا ورائعا والثاني غريبا وعجيبا وقبلهما يبدو أن الأيام الخوالي الجميلة التي قضاها مسعود في نادي الشلفاوة منعته من التسجيل في الدقيقة الواحدة والعشرين بعد ذلك وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أتى موعد الهدف الجميل وبعد سلسلة تمريرات قصيرة سريعة متبادلة وجملة ملعوبة أنهاها الظهير الأيمن خريج المدرسة الشلفوية نعاس العربة مسجلا الهدف الأول في المباراة والوحيدة في الشوط الأول الشوط الأول الذي أضاع في أنفاسه الأخيرة برحلة بعد أن علت رأسيته الإطار من كرة ثابتة في الثاني حاول كلا الطرفين تسحيح الأمور فبدأ الشوشي بالمحاولة وتسديدته كانت بعيدة تلتها كرة ثابتة من إدروج حملت نفس العنوان ومنعرج اللقاء كان في الدقيقة الثانية وستين عندما ضيع البديل والموهبة بطبة فرصة سانحة بعد هجمة مرتدة قادها بودينا رد عليه البديل الآخر بالحمري بكرة ثابتة لم تكن بعيدة عن إطار الحارس عوابد الذي لم نجد له تعليقا عما قام به بعد هذه الركنية حيث سدد الكرة على رأس جبالي الذي سجل هدفا عن غير قصد أيحسب الهدف للحارس أم للمهاجم الذي سجل من حيث لا يحتسب وسارت المباراة بعدها نحو التعادل نقطة لكل فريق في سباق البقاء اشتركوا في القناة